موعد اخبارين وفيكم به مشاهدينا من قناة البلاد أهلا بكم أكد رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفليق اليوم أن الجزائر ستتجوز دون صعوبات كبرى الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها السوق المحروقات الدولية وكان رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه تم لهذا الغرض اتخاذ قرارات والإعلان عنها موضحا أن الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية في استحداث مناصب شغن للشباب وبناء السكانات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن وعي الجميع وجهودهم ستسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة وبناء اقتصاد وطني متنوع وتنفسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الاجتماعية وتضامن الوطنية من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية على نعمة السلم والاستقرار الذين حضيت بهما الجسائر خلال السنة المنصرمة وسط محيط دولي قال بأنه تعطره الشكوك في سياق إقليمي شكلت بؤر التوتر تهديدات حقيقة على أمن كل البلدان موعد إخبارين وفيكم به مشاهدينا من قناة البلاد أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفريق اليوم أن الجسائر ستتجوز دون صعوبات كبرى الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها السوق المحروقات الدولية وكان رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه تم لهذا الغرض اتخاذ قرارات والإعلان عنها موضحا أن الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية في استحداث مناصب شغن للشباب وبناء السكانات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن وعي الجميع وجهودهم ستسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة وببناء اقتصاد وطني متنوع وتنفسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطنية من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية على نعمة السلم والاستقرار الذين حضيت بهم الجسائر خلال السنة المنصرمة وسط محيط دولي قال بأنه تعطره الشكوك في سياق إقليمي شكلت بؤر التوتر تهديدات حقيقة على أمن كل البلدان ترجمة نانسي قنقر